شوفوا مادة مفيش فيها تجاوز مادة مفيش فيها أنا آسف يعني حاجات مسيرة وحاجات لا طبعا ماينفعش إيجابيات السوشيال ميديا كثيرة لكن إحنا اللي بنستخدم سلبياتها إحنا اللي بنشير الخطأ وإحنا اللي بنصدر شائعات وأكاذيب وفترقات على السوشيال ميديا للأسف الشديد صح ولا أنا غلطان وميلي بيستخدم السلبيات مش بعض المواطنين طيب عاوز أرجع يوم حادث قطار طوخ ونتمنى أنه ده يكون آخر الحوادث إن شاء الله هعاوز أوريكم فيديو المغرب إدا لقينا سيدات وأهالي ورجال قرية كفرة دول ملوك الجدعانة الحقيين يعني بما إن فيه ملكش دعوة ملوك الجدعانة اللي هم إيه اسم يعني مش عاوز أتكلم في الموضوع ده لا دول ملوك الجدعانة الحقيقيين فيديو خروج ده جماعة ممكن نشوف الناس تشوفه طب وريني السور سريعا شوفوا السور كده معنا ناس بتقدم الشايفين والستات العصير والبلح هو جبات الإفطار شايفين هذه السيدة العظيمة الشايلة الصينية فيها الرز والخضار والسلطة دول أهالينا الأصلة في الريف الحقيقة والشباب الحقيقة من يعني من كل القرى المحيطة غير اللي راحوا بقى أنا عاوز أقول لكم فيه نموذج يحتزى بيه أيضا نموذج يحتزى بيه التبرع بالدم شوفوا قدهيه الناس اللي طلعت تتبرع بالدم طبعا الحقيقة كان يوم صعب ولكن الواحد رصد فيه حاجات أنا عم صور شخصي رصد حاجات كتيرة جدا 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 الناس اللي راحت مستشفى بينها الجميع والشباب المحترم والأسر المحترمة والأهالي المحترمين اللي راحوا بوجبات إفطار لا حصرة لها الحقيقة في مستشفى بينها الجامعة مستشفى بينها التعليم مستشفى تأمين الصحي حقيقة الشباب المحترم مزاي ما فيه سلبيات فيه إيجابيات والله اللي توجه لكل المستشفيات والله العظيم في هذا التوقيت أنا شايف ناس دخل على السوشيال ميديا تقولك فيه مستشفى توخ مستشفى توخ يا ابني بتبني خمس دوار أربعة تلاف وخمسمائة متر انت في إيه ولا في إيه هو انت دخل تنتقد على السوشيال ميديا وخلاص حقق قائب يا مستشفى لكن بقىنا سنة ونص بنينا خمس دوار على أربعة تلاف وخمسمائة متر لا تحاسب الجديد على الفاتورة الأديمة واحنا نبكي على اللبن المسكوب ليه انت عاوز تنجح ما تبصش للوراق والله العظيم تلاتة سألونا أنا لو بصت ورق هتفشل بص الأدام قول احنا النهاردة عندنا مستشفى بتبني بقى لها سنة ونص فخر على مساحة أربعة تلاف وخمسمائة متر نهاردة مثلا الوزير وقف وزير نقل الوزير كامل وزير وحافظ أنا كنت وقف جنب ساعتها في ناس عملها تتحدث بيقولوا تحليل للحدثة هم على رأسنا بس ما قلناش حاجة هو انت بتقول تحليل للحدثة في وجود الوزير وكلام لا يمط للواقع بصله لا يمط للواقع يا فندم ده الخشب ده ده شالوا للحديد وحطوا خشب مين شال حديد وحطوا خشب أنا أنا مش مش مستوعب ده بصراحة احنا بنفتي ولا ايه يعني ايه الحديد تشال قطبان تشالوا حطوا خشب وحد حطت صور خشب في الاسفورشيال ميديا وبيقولوا ده شالوا الحديد القطبان وحطوا خشب وفينا تصدقت ودخل قولوا منهم لله مين اللي عمل كده من اللي شال الحديد القطبان وحط الخشب انتوا بتصدقوا الكلام ده معانا على كرسي The Vice Egypt حقق حلمك صوتك حلم بتعرف تغني بتعرف تقلد كاركتر ممثل او مطرب مشهور برنامج The Vice Egypt بيقدم لك فرصة ذهبية دلوقتي تقدر تشارك معنا في برنامج The Vice Egypt للمشاركة لجميع الاعمار كلمونا على 011-041-60-317 The Vice Egypt انت النجم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من صل Victory اشتركوا في القناة شكرا